بأن السلطات اللبنانية حارصت على مصالحها الحزبية والشخصية على حساب المصلحة العامة أرى وأعين بأنهم اختاروا بذلك أن يتركوا لبنان لعبة القوى العالمية ويدفعوا إلى الفوضى بدل أن يستفيد لبنان من المساعدة الدولية التي يحتاجها الشعب اللبناني هذا الشهر الذي مضى ذهب سودا هذا الشهر خلال هذا الشهر هذه المساعدة لم يتم تقديمها وذلك قد يؤدي إلى مخاضرة تعلق بالاستقرار الإقليمية ويؤدي بتقويض هذه الثروة الكند الذي يمثله لبنان في هذا الإطار أن أحيي الروح المصلحة العامة المتمثلة بالجيش اللبناني الذي يحرص على استقرار البلاد رئيس الوزراء تم تكليفه رجل محترم وصادق وقام بما يستطيع في ظروف صعبة وأن المسؤولين السياسيين من خلال مناوراتهم جعلوا من الصعود بمكان تشكيل حكومة في هذا المجال البعض من هؤلاء أرادوا أن يعززوا وحدة كتلتهم بدل من وحدة لبنان من خلال التفاة بينهم من أجل إقاع الآخرين في الشرك كما لو أن الاختصاص والكفاءة متعلقة بالطائفة البعض الآخر قاموا بفرض اختيارات أعزابهم حزب الله فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وهذا فيما يتعلق بتنقض واضح مع الالتزامات التي اتخذت في البداية لم يقوموا بأي تنازلات حتى النهاية أن حزب الله لا يمكن في نفس الوقت أن يكون جيشا في حرب مع إسرائيل وميليشيا ضد المدنيين في سوريا وحزبا محترما في لبنان لا ينبغي له أن يعتقد بأن أقوى مما عليه الحال وبتهي عليه أن يحترم اللبنانيين في كلهم لقد أثبت في الأيام الماضية على عكس ذلك أنا آسف بأن السلطات العليا في لبنان ترى وتقف على هذا الفشل في هذه المرحلة التاريخية بالمحصلة لم يكن أي أحد على مستوى الالتزامات التي اتخذت في الأول من سبتمبر الماضي الكل جازف على ما هو أسوأ من أجل إنقاذ أنفسهم إنقاذ مصالحهم مصالح عائلتهم ومصالح فئاتهم لن يصلوا إلى ذلك لن يحققوا ذلك أقول للجميع بأنه لا يمكن لبعضهم أن يفوز على البعض الآخر وبالتالي أنا سجلت هذه الخيانة الجماعية وسجلت هذا رفض المسؤولين اللبنانيين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة